إلى التفاصيل حيث أحبطت القوات البحرية الملكية الأردنية محاولة تسلل زورق إلى المياه الإقليمية في منطقة العقبة وقال مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيانا صحفي إنه في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم ألقت دوريات القوات البحرية الملكية القبض على شخصين في المياه الإقليمية في منطقة العقبة حاولا دخول الحدود الأردنية بوسطة زورق بحري يحملان جنسية إحدى الدول العربية وبحوزتهما بعض الأسلحة الأوتوماتيكية والعتاد وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش أضاف المصدر أنه تم تحويل الشخصين مع المواد المضبوطة بحوزتهما للجهات صاحبة الاختصاص للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما اشتركوا في القناة